يوم تحسيسي حول تدارس آلية تشكيل لجان محلية ومقاطعية وجهوية لمواكبة تدخلات المشروع القطاعي للبياه والصرف الصحي الذي تنفذه وزارة المياه والصرف الصحي حيث ينشط المشروع في عدة ولايات من بينها ولاية الحوض الغربي إن هذا المشروع الذي يضطي عدة ولايات من بينها ولاية الحوض الغربي يأتي ضمن اهتمام الحكومة بتطوير وتعزيز ولوج السكان إلى الخدمات الأساسية خاصة في مناطق الريف تمشية مع البرنامج الموسع لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد والشيخ الغزواني وتنفذه حكومة معاي الوزير الأول المهندس السيد محمد والبلاد والذي يعطي حيزاً هاماً لتوفير المياه داخل التراب الوطني وإنجاز مساءات للصرف الصحي المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي والذي يغطي عدة ولايات من الوطن يهدف إلى تحسين خدمات المياه والصرف الصحي وتحسين أداء المؤسسات العمومية التابعة إلى القطاع فيما يخص ولاية الحوض الغربي سيمكن مشروع بسبب خاصة من إنشاء وتوسعات 156 شبكة مائية في الوساط الريفي وبناء 52 مرفق للصرف الصحي العمدة المساعد لبلدية العيون ذمنت باسم سكان البلدية الجهود الرامية إلى توفير المياه الصالحة للشرب وولوج المواطنين لخدمات القطاع نشرفني أن أرحب بكم باسم سكان بلدية العيون ونثمن عالياً جهود الحكومة لتعميم الخدمات خاصة ولوج المواطنين إلى خدمات المياه الصالحة للشرب وباسم بلدية العيون أعلن استعدادنا ودعمنا للمشروع لمكونة التنفيذ المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي اللقاء التحسيسي كان مناسبة لشرح أهداف المشروع القطاعي للمياه والصرف الصحي وطبيعة تدخلاته والإطلاع على برامجه لصالح الولاية عبدالله صوفي قناة الموريتانية مدينة العيون